ويا هلا من الكم يوم جميل سؤال بسيط جدا إزاي بنجدل الخيط أثناء الشغل بتاعنا بكل بساطة الخيط مثلا أهو في نسبة تفتيلة بسيطة وكل أنا بعمله وأنا شغالة بعمل كده شايفة الخيط معايا بيلف ولما باجي طبعا أسحب بالإبرة بتاعتي زي ما انت شايفة كده بيلف أكتر أثناء الشغل ده بشكل بسيط وعملي بدون أي أدوات طبعا إزاي بنجدل الخيط لو هو أساسا مفروض ده موضوع تاني خالص في الأداة اللي انت شايفها حاليا دي دي بتجدل الخيط على بعضه لو انت عايزة تستخدمي أكتر من فضل عزام كلهم مبرومين كده الأداة اللي بتعمل الحركة دي وفي الأدوات اللي انت شايفها حاليا دي دي برضو بتعمل الخيط المجدول ولكن لو الخيط مفتل كده مننا وإحنا بس عايزين يعني نبرومه كده وإحنا شغالين لأنه مش بيأثر فعليا أهو طول ما أنا شغالة بعمل الحركة دي كده الخيط معايا بيلف طبعا فيه قيود بيكون لفتها شمال زي الخيط ده مش بتلفتها يمين يعني عندما اجي اعمل كده يمين هو هيفتح مني فلما طبعا اجي اعمل مفروض ان انا اعمل عكس لازم معرف الخيط شايفها بيتجدل من أنهي ناحية تحدينا وبس لو لو سأمرت شرفونا أنا كيرستيل واعلمكم هنا كرشي تنسي مكرمية تركوه حتى الكرشي العيد مع السلام شكرا